اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما القمر فهو جسم يدور حول الكوكب وهم الاتنين اجزاء من النظام الشمسي طب يا ترى النظام الشمسي بيتكون من ايه؟ مكوناته اول حاجة نجم الشمس يدور حولها الكواكب والاقمار واجرام اخرى تدور كلها حول الشمس بعض الكواكب لها امر واحد وبعض الكواكب لها اكتر من امر طب يلا نشوف الكواكب والمدارات بتاعتها عاملة ازاي؟ احنا عندنا حاجة اسمها الجاذبية ودي قوة بتربط بين الاجرام كافة في الفضاء يعني الكواكب والاقمار والنجوم حتى المزنبات والنيازك والشهب وحتى المجرات العملاقة فيه بينها وبين بعضها قوة جاذبية هزيه القوة اللي موجودة على سطح الارض بتسبب سقوط الاجسام على الارض وبنسميها الجاذبية الارضية والقوة دي كمان هي اللي بتخلي الكواكب تدور في مداراتها حول الشمس لا تروح يمين ولا شمال في مداراتها طيب ايه هي العوامل اللي بتعتمد عليها الجاذبية؟ اول حاجة الكتلة كلما زادت كتلة اي جسمين زادت الجاذبية بينهم وتاني حاجة البعد ما بينهم كلما زاد البعد بين اي جسمين قل مقدار الجاذبية بينهم العامل التاني اللي بيخلي الكواكب في مداراتها حول الشمس غير الجاذبية حاجة اسمها القصور الزاتي القصور الزاتي ان الجسم يتحرك في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من وضعه او من حالته يبقى هنا الجاذبية هي اللي بتخلي الكوكب يلف كده حول الشمس والقصور الزاتي هي اللي بتحرك الكوكب حول الشمس يبقى القصور الزاتي بيدفعه للامام والجاذبية بتخليه يلف في مدار بيضاوي الشكل تعالوا تشوفوا مع بعض كده زمان الناس كان بتفكر ازاي زمان كانوا بيفتكروا ان الارض هي مركز الكون وان الشمس والكواكب بتدور حولها لكن اثبت العلم الحديث ان الشمس بالنسبة لنا هي التي تعتبر في مركز النظام الشمسي وان الارض والكواكب هي اللي بتدور حولها تعالوا نشوف مع بعض كده حاجة مهمة جدا ايه هي الكواكب الداخلية هنبدأ بقى نصنف الكواكب ونقسمها ونرتبها الكواكب الداخلية عطارد الزهرة الارض المريخ وهم الاربعة اقرب الكواكب الى الشمس وسموها عشان كده ايه الكواكب الداخلية حجمها متقارب قد بعضها تقريبا في الحجم اختلافات بسيطة سطحها معظم وصخري عليه قليل جدا من الايه من السلوج او الجليد كوكب الارض يعتبر اكبرهم حجما هنبدأ مع بعض كده كوكب كوكب ونعرف مواصفاته ايه بالزبط اولا كوكب عطارد القطر بتاعه 4880 كيلو متر يبعد عن الشمس 57.9 مليون كيلو متر اليوم بتاعه بيساوي 59 يوم من ايامنا وطول السنة عليه 88 يوم من ايامنا درجة حرارة سطحه المواجه للشمس بتكون 420 درجة سلزية رهيبة جدا اما الجهة البعيدة عن الشمس تنخفض الحرارة وتكون 170 درجة سلزية تحت الصفر والسطح بتاعه مملوء بالفواهات يعني الفتحات ثانيا كوكب الزهرة القطر 12100 كيلو متر يبعد عن الشمس 18.12 مليون كيلو متر يومه 243 يوم من ايام الارض وطول السنة عليه 225 يوم من ايام الارض له غلاف جوي كسيف معظمه من غساني اكسيد الكربون وضغطه الجوي ضغط شديد جدا يعادل 90 مرة الضغط الجوي على سطح الارض درجة حرارة هذا الكوكب 500 درجة سلزية ويوجد به البراكين ثالثا كوكب الارض القطر بتاعه 12750 كيلو متر ويبعد عن الشمس 149.6 مليون كيلو متر اليوم بتاعه ب23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواني والسنة على كوكب الارض بتساوي 365.24 من 100 يوم يتميز كوكب الارض بان له قمرا واحدا ودرجة الحرارة له متوسطة 15 درجة سلزية الارض لها مجال مغناطيسي ولها ايضا نشاط للصفائح الارضية نشوف مع بعد اخر كوكب من كواكب الداخلية وهو المريخ القطر 6800 كيلو متر يبعد عن الشمس 227.9 مليون كيلو متر طول اليوم قريب من يومنا 24 ساعة 37 دقيقة و12 سانية اما السنة بتاعته ب687 يوم من ايامنا يعني تقريبا قد سنتين من السنوات الارضية المريخ له قمران ودرجة الحرارة تتراوح من 125 درجة سلزية تحت السفر و20 درجة سلزية والمريخ له غلاف رقيق من ثاني اكسيد الكربون طيب عندنا حاجة اسمها الكواكبات هذه الكواكبات هي اجرام صغيرة ذات طبيعة صخرية في الزية تتحرك في مدارات حول الشمس بين مداري المريخ والمشترة وبكده نكون وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة انتظرونا في الحلقة القادمة هنتكلم عن الكواكب الخارجية ونتعرف على صفتها ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة كان معكم معلم خبير محمد علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة